اسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله أهلا وسهلا فيكم طلابي الكرام وتعالوا اليوم نحط إيدينا على مجموعة من الأسئلة من أسئلات الضع دائرة ووفق المكثف الذهبي لمادة الدراسات الإسلامية طلابي ركزوا معي الأسئلة المهمة كثيرة جدا بصراحة يعني في بعض الدروس ما قدرنا أنه نتخير لأنها أسئلة الدرس اللي أنا مختار لك إياها صح صح فأنا بدي منك اتركز معاي وتفهم معاي وتقول يا الله بسم الله بدي أشتغل معاك الدراسات الإسلامية في بعض الدروس ما رح تكون أسئلتها كثيرة تمام ما تستغرب بعدين يا سيد العزيز رقمنا نحاول قدر الإمكان أن أقشر لك على السؤال وتحدد معي السؤال والإجابات موجودة عندك في المستطيل اللي نهاية كل درس خلينا نركز على الأسئلة رح أحددك أسئلة أقولك سؤال الأول الثاني الثالث الرابع تمام اسم كل درس وهذه الساعة أنت بتقدر توصل للإجابة من خلال إيش الصندوق اللي عندك لأني بدي إياك ترجع وتحل الامتحان زي ما الطلاب طلبوا منا عملت بدي تربية الإسلامية المحاطية تحددت الأسئلة مع الإجابات وأنا هنا على فكرة محدد أسئلة مع سؤال الأول مع با مثلا سؤال الثاني مثلا حاطه دال محدد يعني أنت بتقدر حتى تبين عندك بالشاشة بس أنا بدي أنت تحدد معي الأسئلة وتعرف الإجابات لحالك أبدأ معك بسم الله أخوانا الكرام فصل الدراسة الأول الدرس الأول السنن الإلهية في الكون والإنسان رجع نركز معي على السؤال الأول والثاني الثالث الرابع مش معناته الأسئلة اللي بطنشها أنك أنت تطنشها لا أنا يا سيد العزيز بحدد لك مجموعة من الأسئلة هي أهم من غيرها بس غيرها مهم بس أنا بدي تركز على مجموعة الأسئلة اللي أنا بيعطيك إياها وغيرها تركز عليها تمام؟ وأنا حاطت لك إجابات عشان أنت ما تكونش يعني الخامس سؤال الخامس مثلا إجابته ألف تمام؟ ها السؤال مثلا أول بس عشان أمشي معاك تلحق تقدر تمتحن نفسك السؤال الأول عندك باء السؤال الثاني هذه هي لا تتبدل مدمها لا تتبدل تمام؟ يعني ثابات تمام؟ لن تجد لسنة الله تبديلة إذا أنا عندك ثابات تمام؟ أنا بأتكلم مثلا السؤال الثالث تشمل جميع المخلوقات العموم طيب السؤال السادس بركز عليه السابع بركز عليه جميع ما يأتي شوفوا السؤال السادس شيء كلي أنا رح أقرأ الأسئلة مع الإجابات تمام؟ بعشة مشة أنا بس بديك أنت أنت اللي تعرف الإجابة لحالك جميع ما يلي أمثلة على السنن الإلهية التي تحكم نظام الكون تمام؟ ومنها قضية التغيير جميع النصوص الشرعية هاي أسئلة النصوص الشرعية مع بيلك بنك الأسلم الدلائل الشرعية مهمة في الدراسات الإسلامية الدلائل الشرعية الآيات والأحاديث مهمة تمام؟ جميع النصوص الشرعية الآتية تدل على السنن الإلهية في الكون ما عدا دال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين طيب روحوا انطلقنا انطلقنا على سؤال 16 17 18 ركزوني عليهم ستاش 17 18 تمام؟ روحوا سؤال 21 سؤال 22 بدي أعرف إجاباتهم تمام؟ مركزولي على هاي الأسئلة يلا الآن الدرس الثاني تعظيم الشعائر الدينية طيب؟ الإجلال والتوقير والمحبة تمام؟ شعائر الدين ألف سؤال الأول بدي أعرف أنطلق للسؤال الثامن اليوم الذي فيه ساعة استجابة له يوم الجمعة انطلقوا سؤال 11 حكم الجلوس مع المستهزين حرام تمام؟ من الأمثل سؤال 13 من الأمثل على شعائر الزمانية ترتبط بها عبادات الهيباء العشر من ذي الحجة 15 بركز عليه روحوا الدرس الثالث الحياة الدنيا في التصور الإسلامي الدرس الثالث الحياة الدنيا عندي سؤال الأول والثاني والثالث السؤال الرابع الخامس شوفوا في بعض الصفحات أخوانا الكرام بتقدرش تفشق أسئلة مهمة السؤال السادس السابع عشان هيك يا أخوانا بيختلف شوي عن التربية الإسلامية مش أصعب أسئلته أوضح دراسات الإسلامية أسئلتها واضحة جدا واضحة جدا يا أخوانا تمام؟ سؤال التاسع عشان هيك بتقدر أنك تحط بدل السؤال أربعة فأنا ما بدي أطول عليك أنا بس بدي أياك تأشر لي على هاي الأسئلة تمام؟ وتمتحن نفسك فيها شوف هاي الصفحة صفحة هاي أخوانا الكرام يعني كلياتها أخدتها عدا آخر سؤالين سؤال العاشر إحداش إتناش تلاتاش أرباطاش خمسطاش شوف كيف أنا مأشر عليهم ومأشر حتى على الإجابات يعني خمسطاش شوفوا ألف شوفوا ستاش حاطت لك عند باق أنا متعمد هاي سبعتاش عند دال تمام؟ بس أنا بدي أياك إنت تختبر نفسك لأن الطلاب اعترضوا علي في التربية الإسلامية قالوا دكتور ليش ما خليتنا إحنا يعني بس إنت أشرنا على السؤال وإحنا منعتبره امتحان إلنا تمام؟ فأنا بدي أمشي هيك وهيك هاي مثل منتوا شايفين سؤال العاشرين عندك ألف لأي الدالة على أن الإسلام موازنة بين الدنيا والآخرة واضحة وابتغي فيما أتاك الله الدارة الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا تمام؟ وازنة هي رح تجيك لهنا الآية فكرة روحوا سؤال واحد وعشرين عابر السبيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل اللي هو يا أخوانا شو المقصود بعابر سبيل؟ يعني المسافر تمام؟ الدرس الرابع مكانة الزكاة يلا مركز شوفوا سؤال الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ثمانية تسعة عشرة إحداش بعدين بنطلق من إحداش إلى أربعطاش أربعطاش خمستاش ستاش سبعطاش شايفين كيف؟ بالطريقة هاي الطلاب الكرام شوفوا هذا الدرس فقه الأولويات أنا حاطت عنده إشارة عبارة أنه جميع أسئلة الدرس هاي مهمة زي ما حكيت في بداية الدرس بداية الفيديو في أسئلة يا أخواننا الكرام ما بتقدر تفشق عنها لازم يطالب يحفظها بعدين سهل جدا أن حاطت لك الإجابات النموذجية يا أخواننا في نهاية كل صفحة هاي شايفين؟ صندوق الإجابات سهل جدا لازم تمتحن نفسك لازم طب الوحدة الثانية الشخصية الإيجابية تعالوا تعالوا رح نأخذ السؤال الأول تمام؟ سؤال الثاني الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون إذن تفكروا لمش تفكر يا متعلمين يبدوع المدارس التفكر يا دكتور مزبوط تمام؟ سؤال الرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه الحب هنا أيوة عاطفة إيجابية المبادرات في السؤال الخامس التي يقوم بها الأفراد وتسم في إيجاد بيئة اجتماعية تعريف إيش هذا؟ السلوك الإيجابي بركز على السؤال السادس سؤال السابع بقول واحدة مما يلي ليست من سمات الشخصية الإيجابية تمام؟ عندك دال سؤال الثامن التاسع العاشر إحداش هذولا بركز عليهم شوفوا سؤال إحداش كنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار من هو الصحابة اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة في غار حراء؟ تمام؟ عفوا في غار ثورة اللي هو أبو بكر الصديق إنهم كانوا يسارعون في الخيرات سؤال ثلاثتاش يسارعون مبادرة تمام؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى عند مبادرة طيبة سؤال أربعطاش سؤال خمستاش مهم جدا الصحابة الجليل الذي بادر إلى تدوين الحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه عندي سؤال ستتاش تشير مبادرة الصحابة الجليل ما حرح يقول للمبادرة حرح يقول لقيام الصحابة الجليل عبد الله بن عبد الله إلى تدوين الحديث إلى المبادرة تمام؟ يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل تمام؟ يشير إلى قضية المثابرة سؤال ثمنتاش من الصحابة الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل تمام؟ فترك قيام الليل كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود روحوا طالع كل هذه الأسئلة قراءة تمام؟ من ركز عليهم بنطنش هنش فاستبقوا الخيرات سؤال ثمانية وعشرين فاستبقوا تمام؟ الخيرات المسارعة إلى فعل الخيرات سلوك إيجابي فعل الخيرات تمام؟ فعل الخيرات سلوك إيجابي روحوا لعسؤال واحد وثلاثين تمام؟ ليست من سمات الشخصية الإيجابية دال خمس وثلاثين تمام؟ روحوا اثنين واربعين جميع ما يلي يعد من آثار الشخصية الإيجابية رح أركز على واحد واربعين واثنين واربعين مش بس اثنين واربعين وواحد واربعين تمام؟ إذن هون عندي واحد واربعين وعندي اثنين واربعين كلاهما الإجابة الصحيحة دال أدال الدرس الثالث علو الهمة علو الهمة وين بدك تركز معنا دكتور؟ سؤال الأول العالم الذي جمع الأحاديث الصحيحة في كتاب واحد بعد ما سمع شيخه يقول لو أن أحدكم يجمع مختصرا في صحيح أحاديث النبي له الإمام البخاري تعريف مهم جدا إرادة قوية تدفع الإنسان لتجاوز الصعاب علو الهمة مهم متوقع وزارة سؤال الثالث تمام؟ جميع ما يلي يعد من أهمية علو الهمة ما عدا تمام؟ الهيباء تحقيق الأهداف عندنا سؤال الرابع منركز عليه سؤال الخامس تمام؟ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية يستطعما أهلها طلبوا أنهم يوكلوا أهل القرية رفضوا أنهم يطعموهم فأبوا أن يضيفوهما طب النتيجة فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه إذن فعل الخيرات مبادر إلى فعل الخيرات المبادرة إلى فعل الخيرات تمام؟ سؤال ستة تمام؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا يغيروا التغيير واضحة سؤال سبعة تمام؟ بركز عليه سؤال ثمانية بركز عليه كالنبيس سمي صومه من أشاري حتى يظن أصحابه أنه لا يفطر تمام؟ من مجالات علو الهمة طب هو الصوم عبارة عن عبادات قيام الليل عبارة عن عبادات تمام؟ الصحابي الجليل الذي يلنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن الكيم في أقل من سبع ليالي هو عبد الله بن عمر سؤال 11 سؤال 12 13 شوفوا 13 الإمام الذي عاش 45 سنة وقلف أكثر من 30 كتاب الإمام محي الدين النووي رحمه الله بركز على سؤال 14 15 بعد 15 بروح على 20 يدور قيام الصحابية بعلاج المرضى دون مقابل على إحدى مجالات علو الهمة اللي هي خدمة المجتمع تمام؟ طب شوفوا لي 19 برضو 19 بالزمنة الصحابية الجليلة التي كانت تداوي المرضى تداوي المرضى في عنا كلية في الأردن هون باسمها كلية للتمريض تمام؟ أنا بدي أكيدها لتحل السؤال علماً موجودة لإجابات تمام؟ كلية للتمريض أكيد مش ألف ولا باء تمام؟ وأكيد مش قال أنا هنا بديش أحكي لك شو الجواب تمام؟ سؤال 22 تمام؟ فأولئك كان سعيهم مشكورة تشير إلى إحدى الأسباب المعينة على علو الهمة سؤال 22 الإجابة جيم؟ تمام؟ لحالق لازم تعرف خلص الصحابي الجليل الذي سأل النبي مرافقته في الجنة منه؟ سؤال 25 إن لي نفساً تواق لا تعطى شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أعلى منه مين القاء المهم؟ مين القاء المهم؟ الأمر الذي تتوق إليه نفس الخليفة عمر بن عبد العزيز إذا نعرفنا أن عمر بن عبد العزيز وأنا حطيتها كانت هي إشارة تمام؟ بعد أن نال الخلافة اللي هي قضية الجنة نساء الله الفردوس الأعلى الله الله على الأسئلة بختار لك مجموعة أسئلة بس ما تطننش الباقي 32 33 38 39 41 42 42 مهم الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة فإذا عود الخير وعلمه نشأ عليه قائلها أبو حامد الغزالية رحمه الله شفتوا؟ أنا بحاول قدر إمكان بحلي لك شوية أسئلة وبعض الأسئلة بديك أنت اللي تحلها حتى تكون في تفاعل معي داخل الحصة بديك تكون شغال ومشغل مخاكل يعني بتهيأ لي أنه صفحة هاي رعاية المبدعين الدرس الرابع رعاية المبدعين في الإسلام بتهيأ لي صفحة هاي كاملة أخذناها يعني تقريبا تقريبا في السؤال الأول تقديم أفكار جديدة بتروح الإبداع سؤال الثالث مكرر أول من جمع الأحاديث الصحيحة الإمام البخاري الصحابي أربعة الذي اشترى بئر روما عثمان يدل شراء عثمان بن عفان في السؤال الخامس على إيش؟ زيادة الإنتاجية تمام؟ حدثت معركة اليمامة في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه سؤال ستة سؤال سبعة مهم تم جمع القرآن الكريم في عهد الخليفة أبو بكر رضي الله عنهم طب ليش أخوانا الكرام في سؤال ثمانية جمع أبو بكر القرآن الكريم طبعا الذي أشار عليه بجمع القرآن الكريم عمر بن الخطاب أشار طبعا ليش أنه جمع القرآن بسبب استشهاد عدد كبير من حفاظ القرآن الكريم في معركة اليمامة سؤال 9 بركز عليه قدرة المبدع على الاتيان بأكبر عدد من الأفكار الاتيان بأكبر طلاقة بالتفكير أكثر عدد من الحلول عندك حلول بديلة عنده طلاقة في التفكير بفكرش باتجاه واحد بفكر بأكثر من اتجاه تمام من سؤال 9 لسؤال 14 مين هي الغزوة اللي خالد بن وليد رضي الله عنه غير في خطتها جعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة والميمنة يميسرة والميسرة ميمنة تمام وهذه هي غزوة مؤتة طب هذا يشير إلى إيش بسؤال 15 هذا التغيير وكذا إلى المرونة في إيجاد الحلول وفي التفكير مرونة طب سؤال 16 بركز عليه الصحابي الجليل الذي أخذ النبي برأيه في اختيار موضع الجيش في غزوة بدر وهو الحباب بن المندر الحباب بن المندر سؤال 17 مهم ركز عليهم هذول والله يركز عليهم أسألك بالله تمام هذول 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 يا الله هاي الصفحة يا أخوانا الكرام أنا شايف أنها كثير مهمة هاي الصفحة ولا سؤال طنشت منها هاي الصفحة يا أخوانا الكرام ولا سؤال طنشت منها شو رقمها الصفحة هاي هقولي عنه بالله كبرت الصفحة صفحة 22 تمام صفحة كلها مهم رجاء صفحة 22 واذكر كلامي رح يجي منها سؤال في امتحانك الوزارة طيب سؤال 31 بركز عليه جدا 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 تمام سؤال 32 شايفين أسألك كيف مهمة سؤال 33 العالم الذي أسس علم الجبر تمام وأوجده وأوجد مفهوم اللغوريثمات تمام العالم الخوارزمي علم اللغوريثميات الخوارزميات احنا زمان خوارزميات هس خوازك جيات بالنسبة للطلاب صار الرياضيات المعركة التي استشهد فيها عدد كبير محفوظ القرآن الكريم سؤال 38 اللي هي معركة اليمامة 39 الصحابي الذي أشار على أبي بكر حكناه اللي هو عمر صح؟ رضي الله عنهم سؤال 41 إحدى النساء صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا عشان يخطب عليه للصحابة هذا تطور لا مش تطور تطور يا دكتور رب العسل إذن ألف للإبداع عنصران وبركز عليها للإبداع عنصران عنصران تمام دال الطلاقة حل المشكلات وبركز سؤال 44 بركز عليه مع 45 أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي صحابي الحباب بن المندر هذا بسؤال 46 هذا يشير إلى التفكير الإبداعي العاطفة في الإسلام العاطفة في الإسلام أركز معي الدرس الأخير في هذه الوحدة منكون خلصنا وحدتين طيب سؤال الأول بركز عليه والثاني سؤال الثالث بقولي أحاسيس الإنسان المختلفة اسم المشاعر سؤال الرابع جميع ما يلي يعد من صورا للمشاعر ما عدا قضية الندم سؤال الخامس بدي سؤال السادس بدي سؤال السابع النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فقال رجل يا رسول الله أتقبلون الصبيان قال نعم قال لي عشرا من الأبناء لم أقبلوا أحدا منهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ها يتكلم عن المشاعر الرحمة والغلدة تمام سؤال ثمانية جميع ما يلي من صور الانفعالات ما عدا الرحمة سؤال التاسع حالة انفعالية تنشأ من شعور الإنسان بالخطأ والذنب ها لما أنت تعمل خطأ وذنب يصيبك ندم مضبوط يا دكتور رب العسل سؤال 11 والكاظمين الغير والعافين عن الناس ها العافين عن الناس هذا حلم وهي من الانفعالات تحت تكون مميز كل واحدة واللي إلها تمام أنا أنصحك أنك احذر كل درس بعدين حل أسئلتهم معي سؤال 12 يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة على الانفعالات اللي هي قضية الغضب لازم للإنسان يمتلك نفسه عند الغضب سؤال 13 إن العين تدمع والقلب يحزن حكاها النبي صلى الله عليه وسلم هاي العبارة متى لما توفي ابنه إبراهيم إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سؤال 16 إحدى الحالات الآتية تعد من الميول والرغبات اللي هو الصيد تمام عنده ميول للصيد سؤال 19 الصحابير جليل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه حيث قال له من هو يا معاد والله إني لأحبك اللي هو معاد رضي الله فعله طيب بعدين بروح على سؤال 22 الجبل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بغيضك يوما ما قائله هو علي رضي الله عن علي سؤال 29 التحكم في العاطفة من قبيل ضبط ضبط العاطفة أنك تتحكم فيها سؤال 32 جميع ما يلي يشير إلى آثار التصحر العاطفي رح نركز شوي على قضية التصحر مع عدم خالطة الناس بركز على سؤال 23 أفهم 33 و34 35 دعا الإسلام إلى الرأفة عند نبح الحيوان اللي هي الرحمة وتم درجة ضمن المشاعر 36 37 جميع ما يلي من صور الإنفعالات مع عدل بغضي طيب هي أسئلة دقيقة جدا أسئلة للطالب اللي دارس بين الأسطر هاي طيب 38 هاي النصوص الشرعية طلابة اللي قاعدين بقولوا دكتور بدنا قضية النصوص الشرعية والدلائل الشرعية هايها أنا جامع لك ياها ضمن مكثف دائرة المادة الدراسات الإسلامية سؤال 40 حالتان طبيعيتان تعريضان للإنسان عند حصول أمر محبوب أو مكروه الفرح والحزن عند الشيء محبوب بتفرح الشيء مكروه بتحزن تمام سؤال 41 صبر النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة ابنه إبراهيم كما صبر على المحن والشدائد وهذا يدل على الإنفعالات الحزن بروح على سؤال 44 بركز عليه تمام موقف الإنسان من الآراء والتصرفات والأحداث التي يصادفها قضية الاتجاهات سؤال 47 نصوص شرعية و 48 و 49 هاي جميعها نصوص شرعية تمام سؤال 50 جميع ما يلي يعتبر من وسائل ضبط العاطفة ما عدا العاطف الهيباء بعدين عندي سؤال 51 و 52 برضو دلائل شرعية برضو دلائل شرعية وبإذن الله تعالى هيك بتكون الوحدة الأولى والوحدة الثانية أهم الأشياء وفيه شغلات كثير مهمة زي ما شفته يعني أنا يدوبك بأشر لك على بعض الشغلات هيصار عندنا 25 26 دقيقة الفيديو فعشان هيك طلابية الكرام لازم نمشي أمورنا تمام أحدد لك على السؤال تمام والإجابة موجودة في صندوق الإجابات أنت بترجع لها عشان تقدر تختبر نفسك هس إن شاء الله تعالى بريك شوي صغير هيك وبنرجع بنكمل الفصل الدراسي الأول السلام عليكم